عزيز المشاهد حين ننادي بالإنجيل اللي هو كلمة الله أربع أمور بتحصل نمرة واحد الرب يخدم نمرة اثنين الخاطئ يرحم نمرة ثلاثة المؤمن يضرم يعني يشتعل بالإيمان بالنور يشتعل بحرارة الروح القدس ثم إبليس يهزم فهذا ما يفعله الإنجيل لما بتتكلم الرب يخدم الخاطئ يرحم المؤمن يضرم وإبليس يهزم إنها قوة كلمة الله للخلاص لكل من يؤمن إنها قوة الله أحبائي فإذن ما هو هذا الإنجيل اللي إحنا بنتكلم عنه فالإنجيل اللي إحنا بنتكلم عنه يعلن لنا محبة الله الغير محدودة يعلن لنا رحمة الله الممدودة يعلن لنا عن نعمة الله وعطية الله التي لا نستحقها من ناحية أخرى فالإنجيل يظهر خطية الإنسان يظهر بشاعة وفزاعة الخطية ثم الإنجيل يظهر أننا هالكون بدون يسوع المسيح فالإنجيل أيضاً يظهر عجز الإنسان بتخليص نفسه فالإنجيل لما بيتكلم عن التبرير بالإيمان إنه الإنسان حاول قدم ذبايح وعطاية وعشور وما خلاش إشي عمله ولكن في نظر الله ناقص فإذن المسيح الكامل اللي أخذ مكانه مكانك هو اللي صنع هذا الخلاص فيظهر محبة الله خطية الإنسان عجز الإنسان بتخليص نفسه ولكن شيء آخر يظهر مبادرة الله لخلاص الإنسان يا لروعة هذا الإنجيل يا لمحبة الله الغير محدودة نعم أحبائي إن هذا الإنجيل هو الأخبار المفرحة إنها الأخبار إنه يسوع جاء ومات وقام حتى يعطينا حياة أبدية فالموضوع الإنجيل أحبائي كما قال في رسالة كورنتس الأولى 15 أعرفكم بالإنجيل الذي به تخلصون أيضاً شو هذا الإنجيل الأخبار المفرحة؟ أن المسيح مات حسب الكتب يعني حسب النبوات وأنه دفن يعني تأكيد لحقيقة موت المسيح بدون أي شبهة ثم قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر للرسل والتلاميذ لمدة أربعين يوم ثم صاعد إلى السمام أمام عيون الشهود وهو أرسل الروح القدس هذا هو الإنجيل هاي الأخبار الصارة إنه مش عاوزك تهلك لأنه بحبك عاوزك تنال الحياة الأبدية شو هي رسالة الإنجيل؟ رسالة الإنجيل بكل بساطة هي رسالة حياة وحياة أبدية لعالم أهالي رسالة الإنجيل هي رسالة الرجاء لعالم متخبط ويائس إن رسالة الإنجيل هي رسالة حرية لعالم مستعبد ومقيد بقيود العبودية رسالة الإنجيل هي رسالة الشفاء لعالم مريض بالخطية جسداً ونفساً وروحاً رسالة الإنجيل هي رسالة النور لعالم مظلم رسالة الإنجيل هي رسالة الشبع لعالم جائع إن رسالة الإنجيل هي رسالة الارتواء لعالم عطش إن رسالة الإنجيل هي رسالة الأخبار الصارة الأخبار المفرحة لعالم يائس وبائس ومشوش متخبط بفوضى إن رسالة الإنجيل هي مصدره الله محورها يسوع المسيح امتدادها لكل من يؤمن على مر العصور والأزمان أي شخص إذا أنت الآن تؤمن برسالة الإنجيل إليك حياة أبدية اشتركوا في القناة